المهمة ليست سهلة بالنسبة للترجي والبلوز داد مباراة صعبة للفريق الاثنين احنا كل مرة معناها جينا للجزائر لقنا صعوبات كبيرة سنة 2011 وقت نفزنا بالشامبيونستيك جينا تعادلنا هنا في الجزائر كانت اول مباراة في دور المجموعات معناها تنطنن نعرفوا انه مباراة صعبة كانت في خمسة جويلة نفس الشي نعرفوا انه مباراة صعبة مباراة بيش تكون حماسية ندية كثير كبيرة بها الفخشوخ فيزيك عندها قيمتها في المباراة هذه صحيح انه فريق بلوز داد لعب اكثر مباراة في الدورة من الترجي رادي تونسي لكن احنا توى في افضل حالاتنا البدنية والفنية والذهنية وجايين للجزائر ان شاء الله لاقتلاع ثلاث نقاط بدون ادنى شك اول شي حمد الله بيان ريفي لحنا في الجزائر دائما نكونوا فرحانين كنجوا لحنا للجزائر حمد الله بون كما قلتها حتكون مباراة صعبة كنتر شابة بلوز داد اللي راح لزيمالك جاب طروة بوان احنا عدنا طروة بوان انا هل يدو برمي المات هذا باش يفصل لشكون الاول في المجموعة ان شاء الله يكون عرس كورا ويبينزوج خاوة وليم يركيقان ان شاء الله الحمد لله عندي سين كموة مهبطش للبلاد وتوحشتها وان شاء الله مباراة شباب الوزداد ستكون مباراة قوية مع فريق يلعب مليح الكورا وان شاء الله نكونوا اجدي باش نفوزوا بالمباراة بان سير دوك شباب الوزداد فريق كبير كل واحد ده يدلوا حساب يعني احنا ان شاء الله نكونوا على وطير وان شاء الله نكون معاهم من ند لند باش نفوزوا مع علي شاهدناه معناها بالنسبة للشان كانت شان ناشح على جميع المستويات دورة كبيرة برشا شوفنا معناها تنظيم محكم انا حسب رأيي الشخصي يعني كل البلدان المغرب العربي سواء تونس والجزائر ولا مغرب ولا ليبيا ولا موريتانيا ولا مصر اللي كنا قادرين بشن معناها نظموا بطولات قوية وبطولات كبيرة والجزائر الآن الاوان يظل لي اخر بطولة كانت في الجزائر سنة التسعين معناها الجيل الذهبي متع المنتخب للجزائر اليان الاوان يوم الجزائر مرة اخرى معناها تحت ضمن البطولة بريق كما أقول لك كل واحد يحب يحمل الألوان المتاخب الوطني وإن شاء الله نزيد نخدم إن شاء الله باش إن شاء الله نكون معهم واليمن إن شاء الله نكون معهم في تربوس مرس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هي كما أقول لك الواحد يزيد يخدم إن شاء الله ويكون معهم إن شاء الله